طيب هنروح لكرة السلة رجال منتخب مصر دلوقتي الجمع طبعا انتعارفين ان منتخب مصر عنده مرحلة مهمة جدا الويندوز الرابعة الويندوز الرابعة للتقاهل لكأس العالم ونجحت مصر في استضافتها غالبا هتبقى في صالة برج العرب اتصور يعني انها يكون في صالة برج العرب وارج جيد انتبقى في مجامعة دكتور حسن مصطفى ولكن هم طبعا في الاتحاد الدولي بيشترتوا من الصالة تبقى بركية وهناك خشب بركية غير كرة اليد وغير كرة الطائرة تبقى تريفليكس هو ده الاختلاف ما بين الاتحادات الدولية الباسكت بيشترت بركية صالة برج العرب بركية ما انتش محتاج تفلس ملعب ولا حاجة هي بركية فهتصور انها تبقى برج العرب طيب ايه اهمية الويندوز دي الويندوز دي ان احنا دخلين متعدلين كلنا فمهم جدا ان احنا نتأهل من مجموعتنا اول ان احنا نروح على مجموعة تانية موت مجموعة تانية صعبة جدا 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 فانا اتصور ان احنا محتاجين ان احنا نخش من المجموعة دي نتأهل اول اه 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 طب المنتخب بكادة طبعا الكندي روي رانا استدعى سبع لعبين من النادي الاهلي سبع لعبين تم استدعائهم طبعا دي صورة المدير الفني روي رانا المدرب الكندي اه وهو جاي عامل معسكر فقط احنا عند لاش ماتشاط الويندو فبراير ولكن مش طبيعي ان انت تقعد من دلوقتي لفبراير اتحد السلة شاف انه لازم يجمع ويعني يوقف اللعيبة يوقف الدولة شوية لعيبة تجمع طب مين السبع اللي راح سيف سمير ايهاب امين عمر الجند عبدالله ناصر عمر زهران عمر عزب احمد اسماعيل عمر طاري ولكن غياب زهران يعني الحقيقة انا لم تستفهم عمر زهران الحقيقة من اللعيبة يعني جيدين انا كنت انا عارف انه راح منتخب تاتع تلاتة ولكن انا كنت اتمنى مع منتخب مصر الكبير خلي بالكم منتخب مصر الكبير بيبقى ليه البرياريوتي ليه الاولوية لو حصل انه كان روي رانا طلبه ما كانش راح تاتع تلاتة ولكن سيف سمير من اللعيبة سوري عمر زهران من اللعيبة اللي انا شايفها يعني مش مش يعني الجهاز الفني المنتخب يعني اجمعه وفضل وصل الى 14 لعيبة ولكن ما شاركش يعني يوصل في تجميع اخر تجميع 14 لعبة كده يتم التصفيت 12 عمر زهران ما يروحش في حين انا شايف ان عمر زهران ده وقته ولازم ياخد الخبرات دي والا افراقية عايزة قوة بدنية وعمر زهران متميز طبعا زي والده طبعا ربنا ادي له الصحة كابتل علاج زهران بيتميز بالقوة البدنية فهو يقدر ياخد او يعني زي ما بيقوله ياخد ويدم على الافرقة الحقيقة غيابه يعني ما هي لكن هي وجهة نظر فنية واتمنى انه كان يبقى موجود طبعا الهدف زي ما قلت حضراتكم وتجديد ذاكرة اللعبين الاستعداد بشكل جيد لازم اللعبة تبقى ما تنساش لأ كل اللعبة ده راحت معنديتها بتنسى السيستم لأ لازم نتجمع تاني وده فكرة مظبوط الحقيقة وكان رئيس الاتحاد كابتل محمود أحمد علي كان قبل كده بيعمل هذا النظام او السيستم ان المنتخب بيبقى في حال التجمع بصفة دورية طول السنة طيب خلينا اطلع من الخبر ده شوية عايز اعلق على خبر تاني احنا طبعا شفنا يعني مبارات النهائي بتاعة الاهلي والاتحاد واللي فاز بيها النادي الاهلي وشفنا طبعا فجئنا بقرار بتحويل عمر الجندي للتحقيق وصدر قرار الاتحاد بيقاف عمر الجندي مباريتين وتغريمه 10.000 جنيه طيب احنا لا تعليق احنا النادي الاهلي دايما هو النادي الملتزم أكتر الأندية وانا بقولها وعارف بقول ايه أكتر الأندية الملتزمة باللواح والقوانين الاتحادات ودايما يمتثل لقرارات الاتحادات بشكل كامل بدون اي يعني مشاكل ولكن احنا ما عندناش أزمة الحقيقة من العقوبة ولكن ارجو انها تبقى مصطرة واحدة ودي الحقيقة اللي دايما انا بطالب بها سواء يعني فيه اي قرار يؤخذ لازم تكون مصطرة واحدة نفس الحدث ده حصل في مبارات يعني بلاش مش هذكر أسامي الناس يعني عشان بقولكش بيتكلم على ولكن ناديين تانيين ناديين آخرين عشان بقولكش بيتكلم على نادي منافس أو حاجة وحصل تجاوز من أحد المدربين في الملعب وتم تحويله التحقيق ولكن العقوبة كانت مش زي عقوبة عمر الجندي كانت عبارة عن عقوبة مالية فقط احنا ما عندناش أزمة ولكن احنا كل اللي بنطلبه يا جماعة مصطرة واحدة حتى الحكام اللي في الملعب مصطرة واحدة زي ما بتصفر هنا على حاجة يصفر زيها لما تحصل الناحية التانية ولكن لما نلاقي ان العقوبة على عمر الجندي مطشين إقاف وغرامة مالية والناحية التانية يعني معلش غرامة مالية في حين ان التصرف اللي صدر الناحية التانية كان تصرف أقوى بكثير متصور على قناة الاتحاد اليوتيوب واللقاطات اللي متاخدة من قناة الاتحاد الرسمية في حين ان التصرف اللي حصل مع عمر الجندي أو التحيي مع عمر الجندي جي بعد المباراة في احتفالاتها في احتفالات الفريق ومتصورها بكاميرا موبايل فطبعا هنا يعني الحقيقة أنا مش شايف إن دي مصطرة واحدة كنت أتمنى إنه تبقى مصطرة واحدة و أنا بصرف النظر عن لون الفانيلا أو مين المزنب أو وضعه إيه أو كينونته إيه يكون القرار فأتمنى إنه يعني الموضوع يعني شكله مش لطيف والناس كلها فاهمة يعني الموضوع مش إن إحنا بنقول إن فيها قوبة على العمر لا الناس كلها فاهمة وصفحات بتكتب وشايفة إنه ما فيش فير وشايفين إنها مش مصطرة واحدة فعني الموضوع شكله مش حلو فهي الفكرة إنه إحنا ما عندناش أزمة إحنا ما يبدأ في القرارات للاتحاد وحتى عمر الجندي نفسه ما صدرش منه أي حاجة قال إن أنا راجل يعني ملتزم للقرارة وإنه دي أهلي نفسه هيطبق القرارة ولكن لما يحصل نفس الكلام ده أو أكتر منه في مكان تاني وفي زمان تاني وموفق بشكل جيد وتقول لي لا أنا ما شفتوش أصلي أجرامة مالية بس يبقى كده دي مش مصطرة واحدة والعدل يعني زي ما بيقوله أساس الملك إحنا محسنين أن يبقى الاتحادات بتبص لكل الأندية بش نفس الشكل وبنفس القرارات وبنفس اللوايح ما يبقاش فيه حاجة هنا وحاجة هنا أتمنى من ذلك معلش أن نروح تبرخ خبر المنتخب ولكن ده مهم جدا أن احنا نتكلم كل ما يخص كرة السلام